بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة مونيك وروشي. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض القعدة البيضاوي دي. اه عشان ان شاء الله نستخدمها قلقاة ده شنطة. اه ان شاء الله هتبقى سهلة جدا في تنفيذها. وهنشتغلها كلها بورز اه الحشب. اه عشان نتعلم ازاي نعمل التزايد. اه من غير ما نكون مقيدين بطريقة معينة للتزايد. اه بحس ان احنا نحافظ على الشكل البيضاوي اللي هو النص دايرة ده. ويبقى سليم معنا. اه فان شاء الله هيبقى سهل. اه بس قبل ما لو اه اول مرة بتشوفي القناتي. اه وعجبتك القناة يا ريت ما تنسيش تشتركي. وادفع علي الجرس وتدوسي على زر الكل عشان نوصلك اي شيء جديد من اللي بقدمه. اه نشوف كده مع بعض ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم. انا هستخدم معي في القاعدة البيضاوي بتاعتي هستخدم خيط السلسلة. وهستخدم ابرة رقم اه خمسة مليميتر. وهنستعمل معانا الماركر بتاعنا عشان نعلم آآ به. آآ اول حاجة هنعملها هسيب جزء آآ من الخيط كده. عشان الجزء ده اللي انا بعمل به ورز المنزلقة في آآ منتصف السلسلة بتاعتي. فهبدأ اول حاجة كده ان انا هعمل خمستاشر آآ سلسلة. آآ طبعا عدد السلاسل دي آآ حسب القاعدة اللي انت عايزيها. فانا بشوف آآ طول القاعدة اللي انا عايزيها. عايزة طول قد ايه. وشوف العرض قد ايه. وبطرح الطول من العرض يديني عدد السلاسل اللي انا هعملها. آآ فانا عايزة القاعدة بتاعتي تكون آآ تلاتين آآ سنتي طول وعرض خمستاشر سنتي. فهضرح التلاتين من الخمستاشر هديني خمستاشر. فانا هعمل المفروض هعمل خمستاشر آآ سلسلة. فهعمل خمستاشر سلسلة. ادي واحد. اتنين تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. حداشر. اتناشر. تلاتاشر. اربعتاشر. خمستاشر. عملت الخمستاشر سلسلة بتوعي اهم. هاجي اعمل سلسلة اللي هي الارتفاع. مليش دعوة بالسلسلة دي خالص. بدخل في السلسلة اللي بعدها وبعمل غرزة حشو. وبعلم غرزة الحشو الاولانية اللي عندي دي بعلمها. بالشكل ده. بعد كده بعمل الغرزة اللي بعدها غرزة حشو. واللي بعدها حشو. وهستمر بغرز الحشو. بالشكل ده. لحد بوصل لاخر غرزة عندي هنا. وهرجع لكم. انا كده عملت تلاتاشر آآ غرزة حشو. هاجي في الغرزة رقم اربعتاشر اللي هي الغرزة الاخرانية دي. اهي. وهعمل فيها اربع غرز حشو. ادي واحد. وهعلم اول غرزة من الاربعة بتوعي. اعلمها كده. ادي واحد. اتنين. طبعا الخيط اللي انا زي با ده ما اخدوش معي في الشغل. بسيبه بعيد كده. اتنين. تلاتة. اربعة. كده انا عملت اربعة. هاجي في الغرزة رقم اربعة اللي انا عملتها. وبرضو هعلم عليها. وهكمل السطر بتاعي بغرز الحشو. بالشكل ده كده. هكمل السطر بتاعي بالحشو. هكمل السطر بغرز الحشو لحد ما وصل للعلامة بتحتي اللي انا معلمتها دي. خلصت السطر بتاعي كله بغرز الحشو وصلت للعلامة اللي انا كدت معلمها اه. انا كدت هنا شغلة غرزة حشو. انا هنا في النحية التانية كدت عاملة اربع غرز حشو. فنفس العدد اللي انا عملته هنا لازم اعمله في الجهة المقابلة لها. فهنا في الجهة دي كدت انا عاملة غرزة حشو واحدة. ففي نفس الغرزة هعمل تلات غرز تانية عشان يبقوا اربعة. يبقى دي واحد وهحط عليها العلامة بتاعتي. هعلمها. واحد اتنين تلاتة وهقفل بمنزلقة في السلسلة اللي انا كدت عاملاها او ورزة الحشو اللي انا كدت عاملاها يبقى دي كده اربع غرز عندي. وهاجي في الورزة الاخرانية دي. وهحط عليها المركر بتاعي. يبقى انا هنا عملت اربع غرز حشو. زي ما عملت في الجهة التانية. يبقى انا هنا عندي اربع غرز حشو. زي هنا برضو اربع غرز حشو. وهتستمر برضو بنفس الطريقة ان انا هاجي عند كل غرزة حشو. هعمل فوقيها غرزة حشو. ادي واحد. مش هعد بقى انا هعمل فوق كل غرزة حشو. غرزة حشو عادي خالص. فوقيها. وهستمر بنفس الطريقة لحد ما وصل للعلامة بتاعتي دي. عشان نشوف التزايد في السطر اللي جاي ده هتيبقى ازاي. عملت السطر كله بورز الحشو. وصلت للعلامة بتاعتي دي. هشيل العلامة. انا كنت عاملة هنا اربع آآ غرز حشو. هبتدي في التزايد بتاعي. التزايد هيبقى في كل غرزة. يعني بعمل في كل غرزة غرزتين حشو. يبقى دي واحد. اتنين. وهحط العلامة في اول غرزة حشو انا عملتها. وفي الغرزة اللي بعدها هعمل غرزتين حشو. واحد. اتنين. وفي اللي بعدها غرزتين حشو. اللي بعدها اللي عليها المركر دي هشيل المركر وهعمل فيها برضو غرزتين حشو. واحد اتنين. وهاجي عند الغرزة التانية دي اللي انا عملتها. هحط برضو المركر بتاعي عشان ابقى عارفة على طول مكان التزايد بتاعي بيبقى فيه. فبعد ما كانوا اربع غرز حشو. بقوا امتمن غرز حشو. بالشكلة. هبتدي استمر في السطر بتاعي فوق كل غرزة حشو. بعمل غرزة حشو. من غير اي التزايد هنا. التزايد بيبقى على الطرفين بس. وزي ما عملت في الطرف ده تزايد آآ بقوا تمانية. يبلازم في الانتجاه التاني هيبقوا تمانية برضو. بعمل غرز حشو عادي خالص في بقية السطر. لحد ما وصل للمركر بتاعي هنا. خلصت السطر بتاعي بغرز الحشو. وصلت للعلامة بتاعتي اهي. هشيل العلامة. وزي ما عملت في الطرف الاول هعمل هنا في الطرف التاني فوق كل غرزة حشو. هعمل تزايد غرزتين حشو. واحد. اتنين. وهاجي برضو بالمركر اعلم على اول الغرزة التزايد انا عملتها. هنا. وكمل فوق الغرزة التانية هعمل غرزتين حشو. واحد. اتنين. فوق الغرزة التالتة هعمل غرزتين حشو. وهاجي عند الغرزة الرابعة اللي فيها العلامة. هشيل العلامة. وهعمل فوقيها غرزتين حشو. واحد. اتنين. وهحط برضو المركر بتاعي عند الغرزة التانية. عشان ابقى معلمة شغلي وما اتلخبطش. يبقى اصبح عندي زي ما عملت هنا تمن آآ غرز. وكان التزايد في كل غرزة من الاربعة بقم تمانية. عملت هنا نفس الحكاية بقم تمان غرزة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. تمن غرزة هم. بعد كده هستمر في شغلي عادي ان انا بعمل غرزة حشو فوق كل غرزة تقديمي. هكمل السطر عادي خالص لحد ما وصل للعلامة بتاعتي دي. عشان نشوف بعد كده التزايد في السطر اللي بعد دي هيبقى شكلة. كده خلصت السطر بتاعي مشيت به غرز آآ حشو عادية خالص لما وصلت للعلامة بتاعتي هشيل العلامة ونشوف التزايد في السطر ده هيمشي ازاي. هنيجي في اول غرزة حشو دي هتخل فيها وهعمل غرزة حشو واحدة. وارجع المركر بتاعي في مكانه. هاجي في الغرزة اللي بعدها هعمل تزايد. هعمل غرزتين في الغرزة. واحد. وفي نفس المكان هعمل غرزة تانية. يبقى دي اول تزايد. هعمل في اللي بعدها غرزة حشو واحدة. واللي بعدها هعمل غرزتين حشو. بقى دي واحد. وفي نفس المكان هعمل الغرزة التانية. يبقى دي تاني تزايد. في اللي بعدها هعمل غرزة حشو واحدة. واللي بعدها هعمل تزايد. واحد. وفي نفس المكان هعمل غرزة تانية. يبقى دي التالت تزايد. بعد كده غرزة واحدة. وفي مكان ما انا حطى المركر التاني بشيله. وبعمل الغرزة اللي بعدها تزايد اللي بقى ده التزايد رقم اربعة. واحد اتنين. وبحط العلامة بتاعتي على اخر جرزة انا اشتعلتها. يبقى انا التزايد بتاعي في السطر ده مش ازاي عملت اول واحدة. غرزة حشو واحدة اللي بعدها عملت تزايد بعد كده غرزة غرزتين غرزة غرزتين غرزة غرزتين. يبقى التزايد عملت اربع مرات تزايد. عملت اربع مرات تزايد. اهو بالشكل ده. اداني بالشكل ده. بعد كده هستمر بالدور هشتغل غرز حشو عادية خالص لما اوصل للمركر بتاعي. يبقى بعمل فوق كل غرزة حشو. غرزة حشو عادي خالص لما اوصل للمركر اللي هو التاني ده. هنا ونرجع نشوف. هنعمل هنا زي ما عملنا هنا بالزبط. هنعمل في الناحية المقابلة لها زي ما عملنا هنا. فانا هكمل واعمل هنا معاكم التزايد هنا ووريكم مرة تانية التزايد اللي عملناه هنا. اشتغلت السطر اهو بالغرز الحشو. جيت عند العلامة بتاعتي وهشلها. وهشتغل زي ما اشتغلت التزايد هنا. بنفس الطريقة هشتغله في الناحية التانية. اول واحدة هعملها غرزة حشو. واحدة. وهعلمها. وبعد كده اللي بعدها هعمل فيها تزايد. هعمل غرزتين في نفس المكان. وبعد كده غرزة حشو واحدة. وبعدين غرزتين واحد. اتنين. وبعدين غرزة واحدة. واللي بعدها غرزتين. وبعدين غرزة. وفي اخر غرزة انا معلمها هعمل فيها التزايد رقم اربعة وهعمل فيها غرزتين حشو واحد. وفي نفس المكان هعمل الغرزة التانية وهعلمها برضو بالعلامة بتاعتي. بالشكل ده. بعد كده هستمر بغرز الحشو. اهو. هستمر بغرز الحشو عادي خالص لما وصل للمركر بتاعي ده. وهرجع لكم. انا خلصت السطر بتاعي ببرز الحشو. لما وصلت للعلامة آآ بتاعتي هشيل العلامة. هنشوف بقى هنشتغل السطر ده ازاي. انا مش عايزة ان التزايد يكون في مكان واحد. على على اساس ان انا احتفظ بالدوران بتاع الشكل البيضوي. فعشان كده عايزة اغير من اماكن التزايد بتاعي عشان احتفظ بالدوران بتاع الشكل البيضوي. فهاجي هنا هعمل ايه? هاجي في اول آآ غرزة حشو عندي هعملها تزايد. واحد اتنين. وهاجي في اول غرزة انا عملتها وهعلم بالمركر بتاعي. هاجي في الغرزة اللي بعدها هعمل غرزة حشو واحدة. وفي اللي بعدها غرزة حشو واحدة. يبقى انا كده عملت هنا اول تزايد. هاجي اعمل التزايد التاني اللي بعدها هنا هعمل غرزتين حشو. واحد اتنين. يبقى دي التزايد التاني. بعد كده هعمل غرزة واحدة حشو. وفي اللي بعدها غرزة حشو. هاجي اعمل التزايد رقم تلاتة. هاجي هنا هعمل غرزتين حشو. واللي بعدها غرزة واحدة. واللي بعدها غرزة واحدة. يبقى انا كده عملت تلاتة تزايد. هاجي تزايد الرابع. هاجي هنا. هعمل غرزتين حشو. والغرزتين اللي فاضلين اللي هي دي ادي واحدة. غرزة حشو. واللي عليها المركر برضو. هعمل فيها غرزة حشو واحدة. وهشيل المركر وهحطه في مكان غرزة الحشو الاخرانية اللي انا عملتها دي. هحط عليها العلامة بتاعتي. وبعد كده هستمر لغرز الحشو عادي خالص. في كل غرزة حشو. هعمل غرزة حشو عادية خالص. اهي. لما وصل للمركر بتاعي. وهعمل في النحية التانية زي ما عملت هنا طريقة التزايد بالضغط. يبقى زي ما عملت التزايد هنا. ان انا عملت غرزتين حشو. وبعد كده غرزة غرزة غرزتين غرزة غرزتين غرزة غرزة غرزتين. همشي بنفس الطريقة في الجهة المقابلة لها. خلصت السطر بتاعي هو ووصلت عند العلامة. هعمل في الناحية دي. زي ما عملت في الناحية دي بالزبط. ان انا بدأت بغرزتين تزايد. اهو. اول غرزة عملت فيها تزايد. ادي واحد. اتنين. وهعلم اول غرزة تزايد. هعلمها. اهي. وبعد كده غرزة حشو واحدة. في الغرزة اللي بعدها. غرزة حشو واحدة. وفي اللي بعدها برضو غرزة واحدة. واللي بعدها هعمل تزايد. واحد. اتنين. بعد كده هعمل غرزة حشو واحدة. واللي بعدها غرزة واحدة. واللي بعدها هعمل غرزتين حشو. واحد اتنين. بعد كده غرزة حشو. واللي بعدها هعمل غرزتين حشو. واحد اتنين. وبعد كده غرزة حشو واحدة. واللي عليها الماركر برضو غرزة حشو واحدة. هشيل الماركر. واحمل اعمل فيها غرزة حشو واحدة. وهرجع الماركر مكانه. تاني. بحيس ان انا احتفظ بالدوران او النص دايرة بتاعت الشكل البيضاوي اخليني محتفظة به. ولو عديت عدد الورز هنا لازم يطلع عدد الغرز هنا. فهنعد هنا عدد الغرز مع بعض واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعة تاشر خمستاشر ستاشر غرزة. عد مع بعض بقى الطرف التاني لازم يطلعوا ستاشر غرزة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 غرزة يبقى اذا انا كده اعرف ان انا شغالة مزبوط في التزايد بتاعي وبنفس الطريقة اللي بعملها هنا بعملها في الجهة المقابلة هكمل السطر برضو عادي لما نوصل للعلامة بتاعتنا دي خلصت السطر بتاعي ووصلت للعلامة هشيل العلامة بتاعتي وزي ما قلتلكم الهدف من ان انا بغير اماكن التزايد بتاعي علشان افضل محتفظة بالدوران بتاعي الشكل البيضاوي ولازم ابقى عارفة ان في كل سطر انا بعمل تزايد في اربع غرز بس يبقى التزايد بتاعي بيبقى في اربع غرز بس وفي كل سطر بغير مكان التزايد عشان احتفظ بالدوران هنشوف كده في التزايد ده هنعمل ايه هنعمل اول واحدة هعمل غرزة حشو وهحط العلامة بتاعتي وهاجف اللي بعدها هعمل غرزة حشو برضو واحدة واللي بعدها هعمل غرزتين حشو وبعد كده غرزة حشو واحدة يبقى التزايد بتاعنا هنا هيمشي ازاي هعمل غرزتين غرزة غرزة غرزتين غرزة 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 غرزتين غرزة همشي بالطريقة دي في السطر ده يبقى انا عملت كده اول تزايدة هو يبقى هعمل تاني ادي غرزة غرزة حشو واحدة وبعدين غرزة حشو برضو واحدة في اللي بعدها هعمل غرزتين حشو ادي واحد وفي نفس المكان اتنين وبعدها غرزة حشو واحدة يبقى انا كده عملت التزايد التاني هاجف اللي بعدها هعمل غرزة غرزة غرزتين غرزة ادي اول غرزة وبعدين الغرزة التانية واللي بعدها هيبقى تزايد واحد وفي نفس المكان هعمل واحدة وبعد كده غرزة حشو واحدة يبقى انا عملت كده التزايد رقم تلاتة بعد كده هعمل ايه? غرزة غرزة وبعدين غرزتين وفي اخر واحدة اللي فيها العلامة هعمل غرزة يبقى انا كده وهحط برضو هرجع المركر بتاعي اهو يبقى انا كده عملت الاربع غرزة زايد واحتفظت بالشكل بتاعي اللي هو النص دايرة بتاعتي اهي هكمل السطر بتاعي هحط المركر بمكانه عشان ما اطلخ بطش اهو همشي بالسطر عادي برضو بغرز الحشو همشي بقرز الحشو عادي السطر لحد ما وصل للعلامة دي عشان نعمل هنا في الجنب دا او في الطرف دا زي ما عملنا في الطرف التاني بنفس الاسلوب اللي عملنا فيه التزايد هنا هنعمل فيه التزايد هنا كنا بنعمل ايه هنا كنا بنعمل غرزة غرزة غرزتين غرزة غرزة غرزتين غرزة وبنفس الطريقة بمشي الطرف التاني هخلص لحد ما وصل للعلامة دي وهرجع لكم عشان نشوف. وهكمل كده لحد العلمة دي وهكمل غرز الحشو العادية وهبدأ معاكم السطر الجديد اللي هو هيبدأ من اول المركر ده. انا خلصت السطر بتاعي لما وصلت للمركر اهو. انا لو عديت عدد الغرز في الطرف ده هلاقيهم عشرين. ولو عديت الغرز في الطرف التاني لازم الاقيهم عشرين برضو. ولو لاحزنا ان احنا محتفظين كده بالدوران البيضاوي بتاع الشكل بتاعنا. هنيجي نعمل السطر الجديد هنشوفه نعمله ازاي هنشيل المركر بتاعنا. وزي ما اتفقنا ان التزايد بيبقى في اربع غرز بس. هبدأ اشوف التزايد بتاع بتاع المرات دي هنعمله ازاي هعمل. غرزة. غرزة حشو. وبعد كده في الغرزة اللي بعدها غرزة حشو. هحط المركر بتاعي في اول غرزة انا عملتها. يبقى انا عملت غرزة حشو. غرزة حشو. وبعد كده. تزايد واحد. وفي نفس المكان هعمل اتنين. وبعد كده في الغرزة اللي بعدها هعمل غرزة حشو واحدة. وفي اللي بعدها هعمل غرزة حشو واحدة. يبقى انا كده عملت اول تزايد. بنفس الطريقة هعمل. غرزة حشو واحدة. وبعد كده غرزة حشو واحدة. وبعد كده تزايد واحد. وفي نفس المكان غرزة تانية. وبعد كده. يبقى انا عملت كده التزايد التاني وبعد كده هعمل غرزة واحدة. وغرزة واحدة. يبقى انا كده عملت التزايد مرتين. غرزتين تزايد. بعد كده هعمل غرزة واحدة. غرزة واحدة. وبعد كده هعمل تزايد. واحد. نفس المكان هعمل غرزة ثانية. وبعد كده غرزتين واحدة. واللي بعدها واحدة. يبقى انا كده عملت التزايد التالت. بعد كده هعمل غرزة. وفي اللي بعدها غرزة. اللي بعدها هعمل غرزتين. ادي واحد. وفي نفس المكان هعمل غرزة تانية. وبعد كده غرزة واحدة. واللي فيها المركر هشيله. واعمل برضو غرزة واحدة. بالشكل ده. اه. يبقى انا التزايد عندي مشي في السطر ده ازاي? عملت غرزة غرزة. تزايد غرزة غرزة. تاني. غرزة غرزة تزايد غرزة غرزة. تمام? يبقى انا عملت في كل آآ آآ عملت في كل آآ جهة بعمل اربع تزايد بس. يبقى انا السطر ده لو عديته يطلع عندي اربعة وعشرين غرزة. نعد كده مع بعض. ادي اول غرزة اللي فيها المركر. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعة تاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين. ادي اربعة وعشرين. يبقى انا كده اعرف ان انا شغالة مظبوط التزايد بتاعي بعمله في اربع غرز بس. بستمر بنفس الطريقة وبلف بنفس زي ما عملت التزايد هنا. هعمله برضو هنا بنفس الطريقة. وبنفس التزايد. وهستمر في التزايد اربع مرات في كل سطر. وهتني الف كده بالشكل البيضاوي بتاعي لما وصل للطول المناسب اللي انا عايزاه. انا انا وصلت للمقاس اللي انا عايزاه. هنبتدي نعمل ايه بعد كده? هنشوف الفراغات اللي هي هنا في السلسلة دي. هنبتدي نشتغلها بغرز آآ منزلقة. بالخيط اللي كنا سايبينه في البداية هنا. فهنخش ونشتغل به آآ فيه كده غرز منزلقة. هسحب الخيط كده من ورا. هطلع الخيط كده. وهبتدي ان انا اشتغل فيه بغرز المنزلقة. كل حلقة تقابلني هنا هسحب الخيط وعمل غرزة منزلقة. هسحب الخيط بغرزة منزلقة. في كل غرزة من الغرز القدامي هنا الفراغات اهي. عشان اقفل الفراغات دي. بقفلها بغرزة منزلقة. بالخيط اللي انا قلتلكو في الاول هنسيبه. فبنستعمله في الوقت ده. ان احنا بنعمل بغرز المنزلقة دي. هكمل لحد نهية السلسلة بتاعتي. كده انا خلصت قفلت كل السلسلة بتاعتي اللي في النص كل الفراغات اللي كانت فيها. آآ وركبت العليات بتاعتي بتاعة القاعدة البيضوية. آآ وبكده يبقى انتهى انتهت القاعدة البيضوية او الشكل البيضوي. آآ يارب فيديو النهاردة يكون عجبكم. آآ ولو عجبك الفيديو واستفدتي منه. آآ ما تنسيش تعملي له لايك وشير آآ وسبسكرايب واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.